اشتركوا في القناة سبحان من يجبر خواطرنا حين يصدأ كل شيء ويحن علينا إذا قسى كل شيء سبحان من نحن بدونه لسنا بشيء وبه كل شيء سبحان الذي إذا ذكرته ذكرك وإذا شكرته زادك وإن توكلت عليه كفاك سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم اللهم لا املأ قلوبنا لك حمدا واكتب لنا في قلوب العباد ودا وأمدنا من فضلك في الرزق مدا ولا تسلط علينا من أهل السوء أحدا جمعة مباركة على الجميع طبعا بما أن القمر اليوم موجود في برج الجوزاء معناته هو الآن موجود في منزلة الهنعة وهي منزلة تصلح للمحبة والخير والقبول ورح يظل القمر موجود في هاي المنزل لغاية الساعة 12 و33 دقيقة من ظهر اليوم الجمعة بتوقيت جرينيج لا ينتقل القمر بعدها لمنزلة الذراع وهي منزلة جيدة وصالحة لكل شيء وبما أن القمر موجود في برج الجوزاء معناته هذا يوم في نشاط عالي جدا رح ننشط جميعا جميع الأبراج في اتصالاتنا ورح نشعر بعنصر الحركة بيلعب دور ملحوظ في حياتنا اليومية بيتقلب الناس من حولنا في أفكارهم وتصرفاتهم أكثر من المعتاد وبيصعب تصديقه الوعد أو كلمته قال علينا إنجاز اتصالاتنا الهامة من رسائل ومكالمات وغيرها وبوسعنا أيضا الانضمام لدورة دراسية أو تعلم لغة جديدة أو الانضمام لعضوية نادي بالنسبة للزوايا البطيئة طبعا عندنا زاوية تثليث إيجابية بين الشمس وبين المريخ وهي طبعا حكينا تأثيرات الغاية 22 بتعزز قدرتنا القيادية وبتشجعنا على الإقدام وعلى خطوة جديدة وجريئة أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تثليث إيجابية بين الشمس وبين زحل طبعا هذه تأثيراتها رح تستمر لغاية يوم 16 بتحسن قدرتنا على تنظيم شؤوننا وتحمل المسئولية أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تربيع سلبية بين المريخ وبين نبتون وهي بينتابنا شعور بالتشتت وعدم التركيز وبتزداد حالة التسمم الغذائي طبعا هذه زاوية تأثيرات الغاية 22 ممكن نتعامل برضو في هذه الفترة مع بعض الأشخاص ونكتشف لاحقا إنهم بيكذبوا علينا وبدهم يحذروا بعض الأشخاص اللي بيتناولوا الأدوية تحديدا إنهم ممكن يتناولوا أدوية بطريق الخطأ أما دوليا فهي زاوية بتدل على اضطرابات سياسية في بلد ما بسبب ازدياد نفوذ الجيش أو ازدياد شعبية بعض الجماعات الدينية المتطرفة وممكن تشهد هذه الفترة بعض الحوادث الطبيعية كالفيضانات وغرق السفن أو الناقلات البترول أو أشياء لها علاقة بالنفط والبترول كصعود ونزول بالأسعار أو إشي بتعلق في هذا المجال أو حرائق وإضرابات في قطاع الصناعة أو الصحة أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية اقتران إيجابية بين الشمس وبين الزهرة وهي تأثيراتها رح تستمر لغاية 5-11 يعني هاي بتخلي في عنا نظرة إيجابية وتفاؤلية للحياة أو حلول مستقبلية قادمة على الطريق بصورة عامة أما بالنسبة للزاوية الأخيرة من الزوايا البطيئة طبعا في زاوية رح تليوم ذروتها ولكن هاي من الزوايا المنفصلة زاوية التربيع المنفصلة ما بين زحل وما بين أورانوس وهي تأثيراتها لغاية يوم 16-11 منصبح من دفعين في تصرفاتنا ومتمردين على كل القيم والعادات وبالدل على تغييرات أو أزمات مفاجئة في حكومة ما واحتمال وقوع حوادث طبيعية مدمرة كالعواصف والزلازل وسقوط الطائرات وحوادث في السك الحديد وبالدل كذلك على إضرابات واشتباكات مع سلطات بسبب تضييق الخناق على الحريات العامة أما بالنسبة للزوايا اللي اليوم رح تتشكل فعنا أول زاوية زاوية التثليت إيجابية بين الزهرة وبين زحل يعني هاي الزاوية تأثيراتها من يوم 12-10 بلشت ورح تستمر تأثيراتها لغاية يوم 16-10 طبعا اليوم ذروتها الساعة 26 دقيقة صباحا بتوقيت جرينج هي مناسبة لاستقرار العلاقات العاطفية وبرضو بيضمن لك إخلاص محبوبك أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التثليت إيجابية بين القمر وبين زحل طبعا هاي رح تكون ذروتها ساعة 35 و32 دقيقة مساء بتوقيت جرينج بتساعدنا على تنظيم شؤوننا بشكل فاعل وبتخلق لدينا حس بالشعور بالمسئولية أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التثليت إيجابية بين القمر وبين الزهرة وهاي رح تكون في تمام الساعة 56 دقيقة مساء بتوقيت جرينج بتأجج العاطف اتجاه الجنس الآخر وبالتالي مننجح بتعزيز العلاقة معهم وبيعطي دفع للعاملين في المجال الفني والتجميلي والديكور فبيتحسن عطائهم وإبداعهم أما بالنسبة للزاوية الأخيرة وهي زاوية التثليت الإيجابية اللي بين القمر وبين الشمس وهاي رح تكون في تمام الساعة 11 و 22 دقيقة مساء بتوقيت جرينج منولي مزيد من الاهتمام لصحتنا ومنتلقى المساندة والدعم من الأصدقاء ومنتجه لتغليب العقل وبنصبح أكثر قدرة على السيطرة على مشاعرنا طبعا جميع الزواية اللي ذكرناها هاي زواية تأثيرتها من ساعات الظهر بتبلش وبتستمر لغاية اليوم التالي اللي هو لغاية صباح يوم السبت بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية خلال هذا اليوم عنا الكتفين والذراعين واليدين والجهاز التنفسي أنا بيب الشعب الهوائي والرئتين والوصلات العصبية لمهارات الاستشعار اللي هو الجهاز العصبي والحركة والشعيرات الدموية اللي هو نظام التبادل هذه الدولة الأكثر حساسية خلال هذا اليوم واللي مننصح الأشخاص اللي عندهم تحسس أو عندهم ضعف في جهازهم الرئوي إنهم ينتبهوا بهذه الفترة من الالتهابات والتحسس والغبار والأشياء هاي وفي نفس اللحظة ما مننصح لإجراء أي شيء له علاقة بهذه الأعضاء كعمليات جراحية ولكن كعلاجات أو أخذ معلاجات أو مراجعة طبيب فالفترة ما فيها أي مشاكل طبعا بالنسبة لهذا اليوم يوصى بإجراء العمليات الجراحية ما في أي مشاكل دون الأعضاء اللي ذكرناها مناسب لعمليات التجميل مثل الحقن والجراحة ويصلح أيضا لإزالة الشعر الزائد يصلح لقص الشعر التجميلي والصبغ ولكن لا يصلح للقص العلاجي لأن القمر في مرحلة التناقص وبما أن القمر موجود في برج الجوزاء معنا تخلو المسار القادم ورح يبدأ يوم السبت اللي هو يوم الغد 15-10 في تمام الساعة 4 و 10 دقائق صباحا بتوقيت جرينيتش ورح يستمر حتى تمام الساعة 4 و 10 دقائق مساءا بتوقيت جرينيتش لا يستقر القمر بعدها في برج السرطان أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر المحدد عمره 19 يوم في تمام الساعة 5 و 13 دقيقة مساءا بتوقيت جرينيتش بصير عمره 20 يوم نسبة الإضاءة بتصير 75% أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم بالنسبة للشمس طبعا في الميزان حتى يوم 23-10 سعيد بنسبة 100% القمر في الجوزاء حتى يوم 15-10 هو الآن موعد بث الحلقة سعيد بنسبة 45% من ساعات منتصف الليل وما بعد بصير سعيد 100% ساعات الفجر بتنزل نسبة السعادة لـ 70% في ساعات الصباح بتنزل لـ 30% في ساعات الظهر بتنزل لـ 10% وبتكمل طيلة النهار سعيدة بنسبة 10% أما بالنسبة للعطارد في الميزان حتى يوم 29-10 منتحس الآن بنسبة 10% الزهرة في الميزان حتى يوم 23-10 سعيدة بنسبة 70% المريخ في الجوزاء حتى يوم 30-10 منتحس بنسبة 10% المشتري في الحمل بيتراجع حتى يوم 28-10 بعدين يرجع للحوت ويكمل تراجعه منتحس بنسبة 50% زحل في الدلو بيتراجع حتى يوم 23-10 منتحس بنسبة 40% أورانوس في الثورة بيتراجع حتى يوم 22-1 منتحس بنسبة 10% ونبتون في الحوت بيتراجع حتى يوم 14 منتحس بنسبة 15% وبلوتو في الجدي بيتراجع حتى عفوا برضو لأنه معلق لمدة 5 شهور وإحنا بنحكي بلوتو بتراجع فطلت معلقه على الثاني بلوتو في الجدي بحركة أمامية لغاية 23-3 سعيد بنسبة 15% أوصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعاً اليوم القمر موجود في البيت الثالث لإلكم يعني بيت طاقة عالية جداً 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 بتعطيكم نشاط في التنقلات بالسفريات بالاتصالات اللي ما رح تهدأ اليوم من كثرة اتصالاتكم واستخدامكم للأجهزة الإلكترونية أو متابعة هاي الأمور أو حتى السيارات فبطالعك فترة حافلة برضو لخلال هذا اليوم بالواجبات والمسؤوليات على أنواعها أهم شيء أنك ما تتهرب منها ممكن يتغير الوضع لصالحك شرط التحلي بالليوني والدبلوماسية في التفاوض اليوم بتكثر عندك الزيارات والتناقلات ممكن يكون لك نوع من نوع التعامل ما بينك وبين أحد الإخوة أو أحد الجيران الأجواء حتى للامتحانات المدرسية جيدة وللسفريات ممتازة برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور طبعاً بتنهمكوا في ضبط ميزانياتكم أهم شيء أنه اليوم التركيز كله على الأمور المالية والأمور المالية عادةً بتيجي من عمل إضافي مستردات هبات دعم هدايا أي شيء له علاقة بالوضع المالي ممتاز أهم شيء أنك تتجنب النفقات قدر الإمكان ممكن تقلق بشأن مصاريف تصليحات أو استحقاقات مالية أو فواتير أهم شيء زي ما حكينا تتجنب المصاريف ونزوات التسوق ممكن يصير بعض الحذر اللي شوي يهدد الاستقرار المالي بالتقلبات أو تنشغل بمسائل مالية متنوعة خلال هذا اليوم برج الجوزة بالنسبة لموليد برج الجوزة طبعا أنتوا عندكم قدرة عالية اليوم على مواجهة مشاغلكم وإنجاز الكثير منها طاقتكم عالية جدا فرص الحضوض ممتازة جدا ممكن اليوم تلمس انفراج أو ترتفع معنوياتك أكثر من الأيام السابقة بشكل ملحوظ بتواجه الواقع بمنطق ممكن يكون عندك عزيمة أكثر من الأيام الماضية أو تتلقى جواب في هاي الفترة عن أمر سابق كنت بتنتظر جواب له بتتوضح لك بعض الأمور بانتظارك لقاء مرحلة جديدة طبعا رح تكون ملفت بالنظر بشكل كبير للجنس الآخر برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان طبعا بينال التعب منكم لأنه القمر صار موجود في بيت المتاعب فعشان هيك بتكون تضعوا سلة من الأولويات للعمل الضروري والعاجل تنتبهوا أكثر لغداكم راحتكم ابتعدوا عن الأجواء الصاخبة والمشحونة بالانفعالات خذوا قسط من الراحة لأنه ممكن تعيش لحظات صعبة أو فيها بعض الاضطرابات وخصوصا أنه التركيز رح يكون على البيت وعلى العائلة والهموم العائلية والأشياء من هذا القبيل فعشان هيك بتكون تحاضروا من الفشل والالتباسات والقرارات وما تأخذوا بأي وعد أي شخص بقطع لكم إياه خلال هذه اليوم ما تأخذوا فيه على محمل الجد ممكن شوي هيك بعض موليد برج السرطان يعانوا من بعض التعب الصحي برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد طبعا بتنشطوا اليوم اجتماعيا وبتلتقوا الأصدقاء منكم أشخاص اليوم ممكن يتوجهلوا دعوة لحضور حفل أو مناسبة وهذه فترة مناسبة لطلب استشارة أو تأييد أحدهم أهم شيء أنك تحاول أنك تنجز أعمالك بشكل كامل دون ما تتهاون فيها ممكن اليوم تحتاج لواسطة أو تدخل أحدهم بأمسألي ما لحل شيء بأرقك حاول أنك تستشير أهل الاختصاص بالأمور هاي طبعا بتطمئن مخاوفك وبتفرح لحمل التأييد ودعم لقضيتك أهم مش أنك ما تستسلم بل تفاعل بالخير برج العذراء بالنسبة لموليد برج العذراء بتكوا تحافظوا على سمعتكم لأن القمر موجود في بيت السمعة وبيت العمل والعلاقات مع المسؤولين فأول مسألة دائما مقول ديروا بالك على سمعتكم من المغامرات والمجازفات أو أشياء ممكن أن يتآمر عليك بعض الأشخاص من وراء الكواليس فعشان هيك بدكوا تنجزوا وتحافظوا على إنجازاتكم القائمة في مجال العمل وعلاقاتكم بالمسؤولين قدموا أفضل ما عندكم لأنه ممكن أنك تحقق إنجاز أو ترفيع أو إطراء أو تحرز تقدم مفاجئ فعشان هيك بدك تكون على قدر المسؤولية وما تتردد بطلب رأي أو مساعدة أحدهم لإلك دعا خجلك جانبا وعبر عن آراءك بثقة وجراء وحاول إنك قدر الإمكان تتجنب الانتقاد انتقاد الغير وتجنب الكلام القارص اللي ممكن يزعل بعض الأشخاص منك برج الميزان بالنسبة للموليد برج الميزان طبعا اللي بدي يتقدم لامتحان أو مقابلة بده يستعد بشكل جيد وتعتبر هاي فترة حافلة بالنشاطات وابحثوا عن الحلول اللي بترضي الآخرين ممكن تضطر للتراجع عن موقف أو ممكن إنك شوي هيك تكثر عندك الانشغالات الإدارية فعشان هيك الأجواء اليوم فيها إيجابية أكثر من السلبية ولكن حابة أعطي بعض التحذيرات اليوم عندك مسائل اللي إلها علاقة بالأجانب والسفر البعيد القضايا القضائية كلها هاي أجواء جيدة ودعملة إلك بقوة فحاول إنك تستغلها حتى على المستوى العاطفي الأجواء ممتازة وخصوصا للأشخاص اللي إيجا عيد ميلادهم يعني اليوم ببلشوا مرحلة جديدة واللي لسه ما إيجا تعيد ميلادهم إن شاء الله بس يوصل بتلاهو الأجواء بلشت تتحسن تدريجيا برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب طبعا بدكوا تدخلوا التعديل المطلوب على أموركم المالية المشتركة خلال هذا اليوم التركيز كله على الأموال اللي ما بتخصك لحالك اللي معك يشريك فيها مثل بنك وضريبة وتأمين وميراث ديون أو كفالات أو أشياء من هذا القبيل كل التركيز رح يكون أو أغلبه رح يكون على هذه المسائل فعشان هيك اليوم بتكون تسارعوا لترتيب أوراقكم وملفاتكم ممكن تحتاجوا لخبرة أحدهم لأنقاذك من ورطة يعني يكون داعم لإلك أو مستشار لإلك أهم مش إنك ما تبقى وحيد وما تتقوقع على نفسك وحاول إنك تشارك في كل النشاطات وبادر لتصحيح الأخطاء في منك ورح يهتم بمسائل إلى علاقة بصحة أحد الأحبة أو مسألة عائلية برج القوس بالنسبة لما أوليد برج القوس طبعا بوسعكم تعزيز شراكاتكم سواء في العمل أو العاطفة ولكن زي ما حكينا أن القمر الآن في مرحلة المقابلة فهو بعطيك إيجابيات قوية في مسائل الشراكة ولكن شوي طاقتك يعني بتكون نازلة شوي ولكن بما أنه القمر سعيد فشوي بتكون أخف عليك الضغوط من الفترة السابقة فبتعيش لحظات صعبة شوي ممكن تعكسك الظروف أو تظهر بعض المعاكسات وتعتبر هاي فترة ثقيلة شوي فحاول إنك تضبط أعصابك ما تدخل بمواجهات وما تكون ساخر من الأشخاص اللي بيتعاملوا معك لأنه أساسا ما رح يتحملوا هاي الصخرية فعشان هيك بدك تكون جدي وبدون عصبية وبدون انفعالات ولكن على مستوى الشراك الأجواء جيدة جدا برج الجدي بالنسبة لموليد برج الجدي طبعا بدكوا تواصلوا ما بدأتم به من عمل سابق وتنتبهوا لصحتكم وأعمالكم لأنه القمر الآن في بيت العمل والصحة شوي بيكون في بعض المسئوليات الكبيرة فبتكت أحاضروا من التراجع الصحي تباكروا لعملكم حاولوا تتركوا مساحة للغير وخصوصا زملائك في العمل للتحرك بدون ما تفرضوا سلطتكم وسيطرتكم عليهم أو تدخلوا بمشاحنات معهم باستطاعتك برضو اليوم حسم الأمور لصالحك واتخاذ قرارات جريئة إذا كنت مستعد لذلك على مستوى العمل الأجواء جيدة على المستوى الصحي ممكن بعض التوعقات العابرة تشعر فيها ولكن إجمالا الأجواء جيدة برج الدلو بالنسبة لموليد برج الدلو طبعا اليوم يعتبر من الأيام القوية جدا بالنسبة لكم فما بيتخلى الحظ عنكم لا عاطفيا ولا ماليا لأنه القمر صار موجود في البيت الخامس فعشان هيك اليوم بتكثر عندكم التنقلات والزيارات أو الاتصالات وبتتحسن الأجواء نسبيا وممكن تعيش فترة أو فرحة أو نجاح جيدة جدا لكن ممكن تضطر لمساعدة أحد أولادك أو حتى أحبابك وممكن يفاجأك أحدهم بالوقوف لجانبك في الظرف بيكون صعب شوي فعشان هيك حاول أنك اليوم تستغله بكل طاقتك لأنه إيجابي قوي بالنسبة لإلك برج الحوت بالنسبة لما أوليد برج الحوت طبعا اليوم التركيز كله إلو علاقة بالبيت والعائلة فعشان هيك التركيز كله زي ما حكينا رح يكون على مسائل إلها علاقة بصيانة ترتيب شراء ترحيل بيع عقار مسائل عائلية فرحة اجتماع رجوع أحد من السفر أنت بترجع لبيتك الأم يعني كله له علاقة في هذه المسألة فعشان هيك اليوم بدك تخصص وقت مهم لعائلتك و لشؤونك الخاصة حاول أنك ما تهمل الواجبات العائلية ما تتسرع في الحكم على الأمور والأشخاص ممكن يصير بعض سوء التفاهم أو الشك في مسألة معينة فما تأخذ يعني بعين الاعتبار هاي الأمور وفي نفس اللحظة يعني ممكن تهتم بأمور إلها علاقة بشأن عائلي خاص هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله و رضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله و حفظه إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر